بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المشاهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زي ما قولنا هنه زمن ما فيه نحن نحن في الزمن الضائع حقه نخلي كلامنا في دائرة ما قل ودل أنا حقول حكايتين لأنه أنا أغلب خطابي بوجهه لها الغبش وكلام الغبش أسكى من كلام النخب كتير جدا فيه حكمة وفيه موعظة حسنة وفيه تدبر وفيه لغة جديدة ومن ميزاك الكلام بتاع السودانينا العام ده إنه يفهمه العامة والخاصة وأنا بفتكر أي محاول للتطوير يعني لازم تكون مسافة الفهم واللغة ما بين النخب وعامة الناس شعرة يعني الناس بيتساءلوا إنه ليه العربة الكبائل الصغيرة المتمزقة دي ما عندها حضارة بازخة جدا لما جاء الإسلام دقت وناس بسيطين ليه دقوا أبواب فرنسا بالحضارة الإسلامية لأنه المسافة بين النخب وعامة الناس كانت كانت شعرة وكان النبع واحد يعني ولذلك يخطي كثير من الناس يفتكروا إنه استقافة هي جامعات ولا مدارس ولا كده يعني منوحة سيديه كلنا بنكتب شعير ونحن محاولات وفلان وفلان منوك كتب زي أبو صلاح مثلا يعني زول قال ليه أربعة ولا ثلاثة سنين في الخلوة وطلعوا كده لكن لأنه المجتمع ذاته كان مثقف واللغة كانت عامرة والألسنة كانت صادقة في التعبير عنه وكثيرين يعني كثيرين عبد الرحمن الرياح كلنا نازل ما قروا وحتى شعراء حتى شعراء البادية يعني يعني البارح طوير السوق ده ما وازرني قلبي مسدي ظنيت البريد وذكرني شوف التخاطر ده قلبي مسدي ظنيت البريد وذكرني ما فيش مانع عند دار دمين أفقرني مع إخلاص ومعصوم ما جسر ناقرني شوف شوف ساته الصفة دي شوف الوصف للحبيبة مع إخلاص والإخلاص والعصمة معصوم وما جسر لم يجسر ما جسر مش يخطي ناقرني يعني بس دخل معاي في نقاش بتاع مناقر يعني شوف الكلمات التلاتة دي حسان بعرفها منه ما يعني البارح طوير السجد ما وازرني شوف المعرفة شوف المعرفة بالبيئة ما حسن أولادنا دي اللي بيعرفوا السجد يقول لك فلان ده سجد ما بنو طيب السجد ده نحن شفناه في الريف وأولادنا دي ما شافوا الريف ما شافوا الريف ولذلك إيمانه ذاته منقوص لأنه أصلا التملي في مخلوقات الله هي التي تؤدي للمعرفة اليقينية بالله إذا ما في زول شاف الصحارة والجبال والأنجم والليلة الممتد في الصحراء والزراعة وكيف كيف الأرض دي بعد ميتة ربته وأنجبته ولدته مرقت من كل زوج بهيج دي طبيعة دي الطبيعة دي الطبيعة اللي بتأدي لليه في زول قاعد له في شقة طول اليوم يفتش لللكل والشراب وخش في الشوارع عن مكسترة دي يكون سنة ما عايل للنجوم دي يؤمن بالله كيف تكلموا عنه حتكلموا كيف عن تقدم وازدهار وتنمية مستدامة والخواجات دي بيعرف الحاجات حسن منه الخواجات الراغين بيسكنوا في الريف ما بيسكنوا في المدينة نحن بالعكس بنفتكرة زول الراغي بيسكنوا في المدينة مدينة زي الخرطوم دي أي حاجة فيها تدعو للهروب منها الداونتاون دي بيسكنوا فيها الفقراء حسن أمشي واشنطن عربات طول الدوام ده طالعة من واشنطن طالعة من نيويورك طالعة من كل المدن الكبرى دي يمشوا الريف يسكنوا حيث الطبيعة الفضاءات الله سبحانه وتعالى دي عشان كده عشان كده قدروا يمتجوا قدروا يخترعوا قدروا يفكروا لأنه التفكير ده 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 خيال ده 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 أفوق حسن الناس حسن الناس اللي بيقوم من الصباح أزمة مواصلات وأزمة كيس عيش وأزمات وكهرة بقاطعة وزحمة وحرامية وسرقوا موبايل وباتمام شتى ده بيعمل شنو؟ ده لا بيعرف الله ولا بيعرف الرسول ولا بيعرف الحياة ولا بيعرف التنمية ولا بيعرف الجمال ولا بيعرف ولا بيعرف أي حاجة ولا بيعرف الحق ده زون مسجون حسن الخرطون دي ما يصطبلي بائس يصطبلي كمان بلا بلا يصطبلي بلا علف كمان نحن أحصنة عجوزة ممكن يطلق علينا الرصاص الرصاص دي يعينا من حتات كثيرة جداً وشيلوا بلدنا نحن زي ما قال هيكل محض جغرافية والدليلة قلتوا هنا في الحلقة الفاتتة في شعب يستحق الاحترام ربنا خلقه عشان يبقى سلط غزاء العالم اشعد اللكل والشراء يعني نحن النيل ده النيل ده جاري شق السودان من أقصاه إلى أدناه ونحن عطشاني أراضينا زي ما بقولوا هن في البطانة زي كبدة الليبل أي حاجة تزرعها تقوم جحانين والله أنا شعرت به مهانة لا يمكن والله إلى الصباح أنا أتقلب كالملدوق لما قالوا إسرائيل أدتنا خمسة خمسة الف طن بتاعت قمح والأمريكان دونا شوية قمح مضروب والروس نحن محتاجين لون نحن محتاجين يعني دي يعني أنا أنا المحاء المظاهرات متتطلع ضد البرهان تطلع ضد الإنسان تطلع ضد شعبنا نحن مفروض نتظاهر ضد أنفسنا أولا إذا تظهرنا ضد أنفسنا وأعدنا الترتيب الأساسي لحياتنا وهيكلة ربنا بقول علينا اللي بيشبهنا ما هو دي حسننا التغيير ربنا حيغيرنا نحن ما غير بأنفسنا يعني بشارة الآية دي اللي بنقر فيها كل يوم يعني تغير يعني لو ما غيرنا أنفسنا إتا لو دار تغير البرهان وتجيب أحسن منه غير روحك إتا أبقى أحسن أحسن الشعوب بعدين بيجوك أحسن الحكام يمكن ربنا معاقبنا بالبرهان دا لأنه كيف ما تكون يولى عليكم ما خلاص دي ما المشيئة ما الحركة بتاعت المجتمع القاعدية دي بتفرز القيادات القيام التحي دي بتجيب الثقافة والآداب والفنون مجتمع جاهل حيعمل ثقافة حيعمل سينما حيعمل مسرح حيعمل أغنية شريفة حيعمل موسيقى حيعمل إنتاج حيعمل تصميم حيعمل مجلات ما حيعمل أي حاجة ما حيخترع لأنه مجتمع جاهل مجتمع جاهل وجايع وغاضب وما دا يبعد في الوقت الحكاية الأولى وبعدين بيجينا يعني نحن مش يعني المسلم الحقيقي والمتمدن الحقيقي والمدني الحقيقي هو الذي يصنع الحياة المطرفة لكنه يسهد فيها لصالح الآخرين يعني حس عليك الله شفت لكم خواجية شغالة ولا غربية كده وشغالة في في مؤسسة ولا جارية بتعمل في الحياة لابس ليها عقود ولا لابس ليها غيوشات ولا متقلبة الناس بسيطين بسيطين زهدين لأن الجمال دا الجمال دا مفاهيم مفاهيم أكتر من إنه أشكال نحن مهتمين بالأشكال نبني بيوت ما بنسقونا نركب نشتري عربات ما بنركب يعني أي حاجة حتى لو ربنا نقوم نقى غروش المختربين دا نقروا غروش وكده بدل نعملها استثمارات حقيقية نساهم فيها نقوم نعملها ضنقيل حتى في الغرة يجي زولي بن ليهو بيوت في غرية في الجزيرة ولا في الشمالية حدا دادي ما دادي عمره كله هو شغال في في الاختراب ويجي عمل الضنقيل دا وما في زول دايره وهو كله عن قريبين ولا ثلاثة بتكفيه لكن ما في عقلية تشيل القروش بتاحت الناس دا عشان تستثمر إليه ونشيل من المساكين مرات ذات ومضطرين نشيل منها القروش دا اللفندية والحكومات تاكلها ما ما تستفيد من تجارب العالم شوفوا حسا أجهزة المغتربين والمهاجرين شوفوا الفلبينين دا بيعملوا لمغتربين وشنو عشان كده أي ملين أي التسعين في المئة من دخل الفلبين دا من المغتربين لكن الفلبين مقدر استثماراته مقدرة ومحمية المصريين دا إجير طوال الشي اللي هو أربعمائة ولا خمسمائة درهم ولا ريال تعيشوا الشهر ويمشي كل حاجاته يحويل البنك في مصر لأنه عنده مشروع عنده استثمار نحن نحن شعب مفروض نعيد الهيكل ولذلك حسا ربنا ابتلانا إننا نخلى حلمنا كله كسرة خبز أي سوداني والله أنا ليه سنة من جلق حاطة ديلة ولا ثلاثة سنين ما جلس ثلاثة سودانيين إلا كانت مادة الخبز أمس بينهم لا أدب لا ثقافة لا فنون لا كتاب لا سينما لا مسرح لا قرآن لا كتاب أبسطوا ما في حاجة ومبارح مرتين والله طلعت الساعة هنا كده والجريد علىه وتامرة وانشوي قالت لي والله خدت ليه حجر وقفين في الصف بتاع العيش ما بعرف شنو الليلة ماشينا لقينا العيش كعب ما بعرف والديت الولد يجيب العيش دقوه في الشارع وشاله هنا وجرحه ما بعرف أي شي رغيف ما بعرف الفقر المالك الظلمة الباؤوضة دي حج ده أونسنا كله أساسيات الحياة بعدين المثلة دي هي طبعا عرض لمرض أنا حقول قصة قصة حكا لي الشاب شاعر قام قرأ لي جا قرأ لي نص الولد ده ما طلع من العاصمة دي هلو في الخرطوم تلاهد الصمت ويلده هنا وقره هنا وتخرج هنا وكده قمت قلت لو يت حسن الحاجات اللي بتتكلم عنها دي الغنيمات والبهيمات والتوبة الزراق والمزاري عبد الرحيم العراقي ومقدود وما شفتها قال لي لها ما شفتها قلت يا طيب انت ما تعبر عن العاصمة هنا الحالة الإبداعية الشعرية بتاعتك ما هنا في الخرطوم ثلاثة ورينا ورينا المأساة والجمال والتضافر والحزن والكده بتاع الخرطوم ثلاثة المدينة يت شاعر مدينة يعني دي شنو بتقول فيه ده يت شفتها بل هي ما شفتها ما شفتها بتكتب عنه قام غايته قال لي قصاعد غايته النظم هو نظم لكن ما فيه عطر عطر ما فيه النظم كده ساكت لكن ما فيه صور حية ما فيه كده فقام غاب مني فترة كده جاء ويبدو انه كلامي ده حركوا شوي كده فقام حكي لي قصة يمكن انا قبل كده قلتها لان عجباني الطريقة لحكي بها قام قال لي يا استاذ انا عندي صديقي يا من الشمال يا من نهر الني للمدة طالت قال لي هو بيحكي كده عن العمضة الظالم والاسريا في الريف والمعرف والكادحين وكده وامه البائسة والكرعين مشققات وعنده غنميتين واخته الخلتة المناظر اللي بتسمع فيها كل يوم دي فقلت قال لي انا جعيد كده فصاحبي ده قام قال لي يا اخي تمشي تمشي معاي الشمالية ولا نحر النيل ولا كده قال لي تعيد معنا وانا قال لي صديقه يعني وزعته شاعر قال لي فقال لي سافرت معاه قال لي والله يا استاذ اول حاجة صديقنا ده عند والده عنده مزرعة على على ضفة النيل والله قال لي كأنك في كاليفورنيا يعني ويرسة من جده من ابوه كده قال لي فيها كل انواع الفواكه وكل انواع الخضروات وقال لي فيها جسم كده بتحت تربية عجول وفيها قال لي حاجة قال لي حاجة قصة انا ما تخيلتها مش ده بس قال لي ابوه ده رجل نظيف ومثقف ومن الحفظ قال لي حفظ القرآن لكن قال لي ده ما الجصة قال لي الزول ده صالون ده فاتح فرش الأكالين ده قدام الصالون ويجيب لك الوجو ناس الحلة معاو كل زو شايل الحاجة القدره لكن هو قال لي ما يدت عامرة والله قال لي بلاقي الناس دي ببشاشة وهم متعلقين بي وقال لي يعني زي زو الصباح خير كده ويصلي بيون العصور ويلاطف وكده وحل لهم مشاكل قال لي زول وبعدين قال لي ما بنئمة ربك فحد قال لي عنده بوكس آخر موديل وبيت وكده وقاعد مع الناس مين قال لي أنا مراقب قال لي يقول من صلاة الفجر يمشي المسجد ومراقص اللي بين الناس ويقروا ويقروا قال لي الجزء بتاع الفجر ده ويمشي البوابير بتاعت قال لي ده زول قائد قائد يعني قال لي أنا براقب في القصة دي وتفاعل الزول ده مع الناس حب الناس ليه وكده وأصلا القصة بتاعت إمكانات دي ما عام لأي حواجز بينه بين الآخرين بالعكس أنا بتكلم معاه والله الزول ده صباح خير والله اللي عنده حاجة بيقضاء لي كان عندنا مرة مرضة يوديها المستشفى كان عند كان زول يحتاج كان زول دائر مزارعة قال لي كان جاء مسؤولين يفتح لهم حوش وده وبيت قال لي يا أخي الزول ده أحي قريتنا دي ما في دعي زكر القرية وكده فقام قال لي قال لي جينا راجعين قلت له يا أخي صاحبه ده الشاعر والده الراجل ده قال لي يا أخي إنت ما تعبر عن أبوك ده أبوك ده قال لي ده ما ده على اللي ظهروا الخبوب والطين ما تكتب لي قال لي يا أخي الحالة بتاع بقريت كن دي دي حالة شعرية حالة إدائية حالة إنسانية قال لي يا أخي اللي بيسمع أنا قال لي والله لما مشيت معاك افتكرت مع القلي كسرة خبز أكل قال لي يا أخي قال لي يا أخي أنا أبو قال لي أبوي أنا زول وضعه كويس في الخرطوم ثلاثة ونحن وإخواني شغالين لكن قال لي والله ولا واحد عالمية من السعادة العاشين فيها دي إحنا ما عاشين نها ولا الاكتفال إنت فينا قال لي أنت ما تعبر عن القصة قال لي يا أخي ده ما مطروع الشعير بتاعنا ده كله بؤس أي معنى حقيقي ولا سعادة ولا فيه تنمية بعدين الزول المسكين ده زو كويس والزول الفقران زو كويس ما ده زو الشحاد ما زون معتاج الزول الفقران والزول المسكين ما بحي المشكلة لا بحي المشكلته لا بحي مشكلة أسرته ولا قرية ولا مدينة ولا ملده هل يخليني إش مين إحنا نحب المساكين والفقراء المعدمين دي مش كغاية كغاية حسن شوف الأشعار دي شوف الأشعار بتاعة اليسارين دي مما الله خلقهم يح يتكلموا عن يتكلموا عن الغفير الفقير المنتج الفقير الماشي لقدام المسكين البعض شوية يتصدق وبيدي الزكاة وبيعالج الناس وبيدفع وبيخدت النقطة يعني الفقر لا حالة جمالية ولا حالة إنسانية أقبح حاجة في الدنيا دي الفقر أقعب حاجة أن تكون مسكين وفقير إنت تبقى منتج وتبقى زاهد أبقى منتج وأبقى زاهد أبقى منفق الفقر ده الفقر ده معايشة الكادحين لكن ما تبقى زي يوم ترفع بيوم حولوا لمنتجين حولوا لمتصدقين حولوا لمتعففين حولوا لأصحاب مشروعات دخلوا في حركة الإنتاج اليومي في التنمية المستدامة حولوا إلى مزارعين سعداء حولوا إلى عمال مكتفين حولوا لجمعيات تعاونية منتجة تحارب الفقر والمسكنة والمزلة واليد السفلة أدبنا كله أدبنا كله فقر لدريتيننا بنفتكر أي زول سري كعب أي زول سري بخيل ومص عرق الفقراء وكذا الأسرياء في السودان ديلا ما بزولين للناس والله أي زول أي زول أمسكه مهما يتكلمت عنه حس يتكلم عن صلاح دريس يتكلم عن ودي مرغني يتكلم عن أسامة داود يعني أسرياء السودان ديلا عبد الباصط أي زول شوف والله العظيم أي زول سري في السودان وراه قدامه آلاف الناس لما نجي يتكلم يتكلم في أركان النقاش والندوات والكذا يعني حس عي زول عي مشكلة دينا من نفكر في زول زول عنده زول عنده إمكانات تضرب لي جمال الوالي تضرب لي فلان تضرب لي أسامة داود مش هون ديلا أولاد السودان وهم حشيلوا من ناشنا هشيلوا من ناشنا ما أخيركم تراب لكن أنا بتكلم عن الخطورة بتاعت إنه مسألة الفقر والاهتمام به وحبه تبقى جزء من ثقافتنا عشان كده نحن نحن حبينا الفقر لحد ما بقينا شحادين حبينا الفقر لحد ما بقينا مجرمين حبينا الفقر لحد ما بقينا نهابين نحن جزء من الثقافة بتاعتنا بقينا أحسن زول زول الفقير وأحسن زول زول المسكين وأسوأ زول زول عنده وأي زول عنده حرامي ملعون سياسيا واقتصاديا وكده وحسد وبغضاء ما فيه مجتمع بيقوم كده ده زول العندو ده اللي بيبنه أنا عارف أسريا سودان أنا عارف أسريا سودان دي للي بيبنه المدارس ودي للي بيعملوا من السشفيات ودي للي بيتبرعوا للطرو ودي للي الناس اللي بيجون يقول له فلان ولدنا مسكين سفروا وفلان ده دارين يعملوا له كده حتى هو لو ما بكرين الشعب السوداني ده قطع نفس بيبقي كريم قول لك فلان بخافوا الناس يقول لك والله يفلينا فلان دقينا باب وما فتح لينا خوف ساكت خوف ساكت السوداني بيبقي كريم لأنه هو من الناس ما عندك طريقة تدفط من الشعب السوداني ولذلك يا جماعة نحن لازم نبرع صحيح في نماذج بطالة جدا في أسريا ما عندهم علاقة بالناس في أسريا بخلا في أسريا ما مبزولين للناس لكن والله ديل من ندرتهم يعدوا على صعب على يد الواحدة لكن أخطر من دا كله يا جماعة وأنا بكرره إن القصة بتحت الفقر دي تبقى جزء الأدبيات تبقى جزء من ثقافة الناس الأدبيات بتاعة الفقر والحاجة وتوب الزراق الهناي والعراق المقدود عشان كده بالمناسبة الأحزاب التي الأحزاب التي يعني تمجد مثل هذه الحالة وتفتكر حالة الفقر والبؤس دا وتفتكر حالة جمالية ما قدمت أي حاجة للسودان أنا ما قدت لكم قدت لكم الحزب الشعي بالمناسبة الحزب الشعي دا واحد زماني عنه أصلا ما بقت مجموعة نخب كده يهو بتاعة الكواريك واليومية دي والصراخ والكواريك لكن لما كان تيار لما كان تيار وكان بيقال إنه واحد من أخطر الأحزاب الشيوعية في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا والشرق الحزب الشعي والحزب الشعي ما عنده قيمة أفكار الأفكار بتاعة لينين وإنجلز وكده ومارس كده القيمة العملتها العملتها لحزب الشيوعي لأنه نحنا الشن الجيصة دي سودانيين نحن أضفنا للنظريات دي قيمتنا كسودانيين نحن مبدعين حسي هنا يعني الكوادر بتاعة الحزب بتاعة الشيوعي القيمة بتاعتها لأنه الموهبة بتاعة السودانيين أضافت للنظرية في الممارسة عشان كده الآن حسي ما فضلوا أي شعيين في العالم العربي حسي دي أفتحوا الخريطة بتاعة الحركة السياسية في العالم وفي العالم العربي حسي دي الحزب الشيوعي السوري من خالد بقداش ما في زون الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي اللبناني من كتلان سحي سيم وروا ديك ومروا والمجموعة دي تاني ما فيه الحزب الشيوعي المصري ده زمان من الخمسينات حلوه السوفيت ودمجوه في الاتحاد الاشتراكي ما فيه حاجة يسمع الحزب الشيوعي المصري ولا فيه حاجة يسمع الحزب الشيوعي العراقي ولا فيه حزب الشيوعي اليمن كل الحاجة فيه روسيا الحزب الشيوعي بس بيقى بيته كده ومجموعة من العجايز داخلين مارقين كتيار انتهى والأحزاب الشيوعية في العالم الغربي كلها تحولت إلى مجموعات تكوينات اشتراكية ديمقراطية أحزاب بتاع الضغط عامه كده إلا الشيئين السودانيين هم زاتهم طبعا ما بيقوا ما كوتار يعني لأن التجربة زاتها سقطت فكريا ونظريا وعمليا وكده خلاص بيقان حسنا زول في أوروبا لما يقول شيئين بيضحكوا عليه والناس بتكروزول متخلف يعني وانا داير اقول لأنه القصة بتاعت إن كتة تبقى كادح ويا متخضي العالم وكده بيقوا ما دايرون يطوروا انفسهم ولا طوروا المجتمعات بتاعتهم البؤس دعم له حتى لما نلقوا سراء يعني اتكلمت عنها قبل كده انتوا عارف الحزب الشيوعي دا لما كان الاتحاد السوفيت العظيم أغنى دولة في العالم ولو كانت المنظومات الاشتراكية في بولندا وأنغاريا وشكوزلوفاكيا وغزلا الحزاب الشيوعي دي كان مسيطرين عليها القيادات الشيوعية السودانية اتحاد الشباب العالمي اتحاد العمال العالمي مسقفي وشعراء افريقيا وآسيا دي كلهم سيطرين على اشياء السودانية كانوا ملوغ بالمناسبة لكن يوم واحد ما فكروا يعملوا لون حاجة لمصلحة الانسان السوداني يعني اقول لكم الشفيع احمد الشيخ ده الله يرهوه الشفيع احمد الشيخ ده كان رئيس اتحاد العمال العالمي اتحداه لو كون عمل له سنتر بتاعت دريب لعمال السكة حديد في عطبرة ما عمله ما عمل له مدرسة للصناعية فاط محمد ابراهيم زوجته دي كانت عليها الرحمة كانت مؤثرة جدا في اتحاد المرأة العالمي والشيوعي والاشتراكي ما عملت اي حاجة لمصلحة المرأة السودانية الا طقال حنق ده الله يرحمه القاسي ممين الشباب لياز داك ما عملوا اي حاجة لا جامعة لا مستشفى الكلام كويس ولا مراكز تدريب ولا مراكز بتاعت صناعات تحويلية ولا اي حاجة ولا مزرعة بساكد قلت لوني جماعة اعملوا لكم مزرعة جماعية ورونة ورونة الفلاحين الاشتراكيين بيقسموا الانتاج بيناتهم كي وسائل الانتاج دي وسائل توزيع ونشوف لين تجربة اعملوا لين مصنع نشوف كيف تتحول الادارة لمداخل مع العمال لتكسيم لزيادة الانتاج وتكسيم السروات بعدها ورونة تجربة عملية واحدة الشيوعين في السودان بعدما اصحوا حزب الشيوعين اقدم حزب في السودان الحزب الشيويدة عملوه ارمن وعنوالوه مجموعة من الضباط الشيوعين الانجليز الجو السودان من سنة واثنين وعشرين يعني بعد الثورة البلشفية بعد خمس سنين الحزب الشيوعي سودان يدعم لليلة دي ما عمل لي وشفغان واحدة للشعب السوداني منشوه كده منشوه بيس كل الحزاب التي تؤمن بالصراع ما عملت حاجة البحثين ديل ما في دولة في العالم العربي ولا السعودية اغنى من العراق في النفط بعدد السكان يوم واحد ما عملوا لنا حاجة في السودان والناصرين الناصرين ما عملوا لنا اي حاجة في السودان يامعة القاهرة دي كانت امتداد للسلطة القديمة كلام كويس للمحافظة على الوجود التخابري في السودان وحراسة مع النيل بس ما عمل اي حاجة تاني الناصرين ما عمل اي حاجة فانا دير اقول لي لان النظرية قايمة على الصراع النظرية قايمة على الصراع وتمجيد تمجيد تمجيد الفقر والفقراء والكادحين وهم عاشين حياتهم والله الشيوعين ديل كانوا عاشين في شرق أوروبا وامريكا وشرق أوروبا والمنظومة شرق أوروبا وروسيا الاتحاد السوفيتي يعني زي الأباطرة وطبعا اول ما سقط الاتحاد السوفيتي شوفوا المنظمات الغربية دي الآن شوفوا المنظمات الغربية دي الشغالة تدمير للإسلام والعروب والوطنية وكده كل المنظمات دي تم شوفوا المنظمات دي كلها واجهات للتخابر كلها مسكنها الشيوعين كلهم جروا أمريكا الشيوعين كلهم في أمريكا وفي دائرة العدمية دي والنظرية بدون أي هنا الجمهورين جروا أمريكا لعندهم جامع لعندهم جامعة لعندهم الروضة لعندهم مستشفى جوا حسي دي لما جوا قحاطة ديو كده بس الإسلاميين دي لأنه حاجاته في بلده أكان على المستوى العام والحاص لم بليك يا أخي جمعيات طوعية جمعيات طوعية للأرامل واليتامة والمساكين والفقراء والقرآن كلها الدميرة إت في حياتك ما عملت لك حاجة سرقوا المكيفات وسرقوا المكيف القروش وفتحوا الخزن ما عندهم حاجة حسي عليك الله عليك الله وجدي ده ما فضيحة تجي تقيف على الشعب السوداني ما تعمل ليه حاجة وحدة تشيل العربات تديها للآخرين تشيل الأموال تديها للآخرين تفتح الباب للابتزاز وتخويف الشعب السوداني تشيل الأموال بتذكر جديها للعلاقة لديهم حاجات قدام الشعب وهو دي حقتنا هو دي نحن نحترم شعبنا وهو حاجاتنا قدامنا اللي عنده بيت ولل عنده مدرسة ولل عنده جامعة والمساهم في بنك وفي حاجاتنا هو دي قدامنا في بلدنا يدتوا عندكم شنو الصراع إن كده وده جزء من فهمه في أكتوبر عملوها في أكتوبر عملوها وفي مايو عملوها وحسي في أبريل عملوها حسي في أبريل طلعوا غير الهتافية وأنا والله بردد القصة دي بقوم أقول والله لو دفعنا دم قلبنا شوفت ما نلقى إنصاف من السماء والأرض ليه الشعب السوداني ده غير إنه قحاطة دي الحاكمو الشيوعين والبحثيين والناصر عملوا أي حاجة القوانين غيروا الأخلاق غيروا القدرة فدون النيابة يستولوا على البنوك يبتزوا الناس حرام أي حاجة عملوها أساؤل أي زول ضدهم حاولوا يحرق أدبيا أي صوت آخر أي حاجة عملوها أفاضل الناس أساؤلون وكانت الخطة إنه أي صوت يسكت أهون إحنا ربنا وفقنا إننا نتكلم في قمة قمة صلفهم وقلت أدبهم وتجاوزهم لكل القوانين والأخلاق ربنا كتب لنا إننا نتكلم في وجههم وانحسروا ودي تحية لكثير من الأقلام الشريفة والأصوات الشريفة التي يعني أنا عجباني عبارة قال الشيخ حسن عليه الرحمة الشيخ حسن مرة في ندوة قال لا تخافوا علي فأنا جسدي وعلمي وعقلي وعرضي في سبيل الله دي تحية لكل الدعاء ولكل المسقفين الشرفاء الذين وقفوا ضد هذه الهجمة التي ليس فيها عدل ولا أخلاق ولا منطق ودفعوا فيها مش أنفسهم سجناء ده أعراض دفعها في سبيل ذلك ارضي في سبيل الله ما في زوله رجع فيه ولا وراء دي تحية لكثير من الصحفين حتى بعضهم الذين نختلف معهم حتى بعضهم من بعض القيادات اليسارية التي وقفت ضد هذه القوانين وده من شرف الشعب السودان إحنا من نتعلم وإحنا والله من نستهل أحسن من كده أنا حزين جدا أنه الآن الحلقة التي تحيط بنا جميعا الفقر والخبز والمواصلات نحن شعب والله هذا شعب وهذه أرض خلقت لتركيب الحياة القادمة نحن خلقنا لأن بنواسبة نحن مزاج من حاجات كثيرة جدا ما متاحة نحن زي الحديقة المزهرة بشتى الورودة والرياحين والسوار الناس الباقين دي لسان واحد ولون واحد وشعر واحد وعجام كده نحن مختلفين الاختلاف ده نحن خلقنا نحن في السودان ده خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف لنتعارف دي بس ما عرفنا لها داير الأختم بالقصة الأخيرة اللي هو نحن ما محتاجين لفقراء ولا كادحين ولا يتشف نحن محتاجين لمنتجين زاهدين في ناس بالنسبة في الدنيا دي واحد قال ليه أبوي ملياردير تسوه القروش وكده ومنا قل ليه أبوي ما تغير عربيتك دي قال ليه أغيره ليه قال ليه أعربيتي موصلاني وكويسة وما عندها حاجة فنكها يعني قال ليه أبوي الناس اللي بغيروا عرباتهم كلها سد ناس تها فيهم ساكت ما عندهم حاجة يعملوها قال ليه أبوي دا ملياردير نحن نغير في العربات وكده بس الفضل يقول لنا يدتوا ناس تها فيهم عندكم أبوي عنده عربية وديكمه 80 نظيفة جدا ويركبه وغسله وكذا وكذا قال أنا شاهد لك رأي ونظيفة وما بتقيف لو عندي حاجة زيادة أنا أعمل في مشروع تاني أنفقها كذا وأنا ما يعني قال لي الدروس من الدروس اللي تعلمتها من والدنا عليه الرحمة يعني كنت مستغل فيها جدا أبوي ده إن بدر عليه الرحمة اشتغل في التجار سافر كل أنحاء الدنيا السودان ده مدينة مدينة الجنوب الشرق وبيعرف الناس ما عرفه عجيبة والله ما جانا زول في محلاتنا التجارية دي في بحر فمدرمان والدنا ده ما عرفه إتا زول من وين أنا من كبوشية إتا حج فلان بيبقى لك شنو إتا دحين أمكم ما من قبيلة دائما يجي أصحابنا ديلة والناس أي زباين قول ليه والله يا أستاذ أبوك ده بعرفنا أكتر من بعرفنا أكتر من معرفتي بأهالي إيجي زول من من سنجيا إيجي زول من كوست إيجي زول من دارفور يعني إحنا مستغربي للإجهزة دي يعني أخذنا منه بعض الحاجة يعني أنا مرات طوالي بقول بقول للزول إنت من وين ولا قبيل تكشنو ما ما مسألة عنصرية لكن طوالي إيت من وين وقبيل تكشنو هلك وين وكده دي مفاتيح الشعب السودان عشان كده هم أفتكر إنه القبيلة دعيب سأل ناسهم يشتموا ما تشتم القبيلة شتم القبلية إنها منتنة النعرات لكن قبيلة في السودان دي حاجة منتازة جدا مرات جي يزول من أخصى الدنيا إنزل معك في بيتك لأنك من قبيلته نحن بس نطور حاجاتنا ما 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 نحرك في اتجاه السالي لكن حاجة كويسة الحاجات المستغرب لا جدا عند الوالد علي الرحمة رغم إنه عنده محلات ونحن الحمد لله الصماح وجنا لحاجة وصحيح ذاته كان زاهد يعني عنده لكن زاهد يعني ما يشوفنا لحاجة زاهدة يعني لكن الحاجات المستغرب لا جدا إنه كان عنده بلاد بحرص إنه يجي يشرف على زراعة البلاد دي بلاد دي طبعا المزارع البلدية اللي بتروى بالخريف لأولاد العاصمة يعني البلدات يعني لزراعة فيتريتة يعني ويزرعها ويدفعها للقصة ويقيف عليها وكده وأنا طيفي للوقت داك لأن أخوانا دي كلهم جو جاروا هنا في العاصمة وكده وبيوتنا هنا وكده لكن كنت قاعد مع بيت الشريف عليها الرحمة لأن ما كانت دار تفوت يعني مراقد أهلها من الشهداء وكده فأنا أنا صبي كده جيت هنا جيت في الوسطى أنا جيت العاصمة لكن مع أنه بيجي طوالي في الإجازات فأنا بالليل كده يعني وأبوي بيجي عليه الرحمة عنده تاجر وتلموا حول الناس وكده يقيف لحد ما البلاد بتاعتنا دي يدقوه مش مش بادع ليه الرحمة عنده لغني المشهورة بتاعت الخدير أنا مانح النقض والطير دي دي دقاق العيش أنا أنا طفل الصبي صغير بيحضرهم بيدقوا العيش ده بعد يجيبوا القناديل بتاعت العيش دي بينظفوا الحتة وبعدين في في آلات بتاعت خشب كده بقوموا ده يدقوا ده يدق بعده وعشان يسهبوا عنه ونرهق وبالليل وكده والقامرة طالعة بيغنوا الأغنية دي الخدير أنا مانح النقض الطير أنا مانح ده دي دقاق العيش دي الناس اللي بيدقوا العيش بعد داك يحضر ابوي عليه الرحمة المطمورة يحفروا الواطة دي كزميت اللي تحت وقوموا الشيلوا العيش دي كبوه شوفوا الأرض قيمتها عيش دا لو قعد سنوات جول دا غندي بتحفظ وبعدين يكيلوا عليه التراب وكده ويقول ليه خلاص دا المطمورة بعد داك شوي أبوي يكون عليه الرحمة يسافر كان حريص لحد ما مات القصة دي تتيم إنه البلدات بتاعته تتزرع يقول ليه مادام في بلاد وفي عيش وفي فتريتا دا أمان إما أكلك وإما صدقتك لازم تحرصوا على القصة دي فالناس كانوا عندهم حتى لو بلغوا ما بلغوا من سراء كان عندهم إحساس إحساس الإنتاج دا إحساس الإنتاج دا اللي هو الآن انتهى في السودان تماما حسين نحن طالعين مظاهرات بغلاء المعيشة نحن لإزالة غلاء المعيشة دا أمان لاشنو حسين نحن أولادنا اللي بيطلعوا مظاهرات يكوركو دايرين غير الدنيا عملتوا ورّون مظاهرة منتجة ورّون مظاهرة طلعت حاصرت من القيادة العامة والقصر الجمهوري وطالبت بتسليم أراضي للزراعة طالبون قل لنا جماعة وقول للمرة التانية أعملوا لكم مظاهرات منتجة عشان نجيس معاكم حاصروا حاصروا القصر لكن حاصروا القصر وقول لهم نحن دايرين دايرين تدون أراضي وتايرين تشغلوا البياطرة ودارين تشغلوا المزارعين ودارين تعملوا قرى منتجة ودارين زميلاتنا دين نمشي نزوجهم وننجيب منهم أبناء الصحاء في الخلق وتملكون أه كده وأملوا أملوا الخلق دا تركترات تملوا دبابات تملوا تركترات دي المطالبة عندها قيمة طالبوا إنه جامعات كنت تبقى مسرحة أساسل لإنتاج العلم والبحوث والقيم والتقدم طالبوا دي الحاجات الممكن احترمكم فيها الناس أما دق الطبول والهناي والأناشيد والكده هي ذات باخة الحاجات الحاجة لما تفوت حدها بتمسخ أعملوا نحن مع المظاهرات لكن مظاهرات منتجة يا أخي تعملوا لكم مظاهرة لإزالة الزبالة من وكالعاصمة الدمامل عشان نضمن إنه أحزاق كنا القادمة وميساقكم القادمة وقياداتكم القادمة سوف تزيل هذا البؤس ولو بصدقة ولو بصدقة تصدقوا على العاصمة دي أزيلوا الأوساخ بتاعه عشان لما نموت وقولوا الله إن إحنا خلينا بلدنا بين يدي شباب منتج عنده قيمة وعنده فكر وعنده قيم وعنده أخلاق وعنده دين ومنتج لكن القصة بتاعات إنه غيروا لينا حمدوك وغيروا لينا برهان وغيروا لينا أبرايم الشيخ وغيروا لينا أي يسول بيقوله دي ما أرخص حاجة ممكن تقال لكن الإنتاج الحقيقي الناس اللي بتظاهروا ديلوا كده على احترامنا ليون كلام كويس ما شافوا بلدهم دي حسوا يتكلموا عن الجنينة المشا تشاف الجنينة منه المشا شاف قوستي دي منه المشا شاف مروي منه وقعتين هنا ده ما بين الستين والمقرن وما بين الخرطوم الخرطوم ثلاثة وشارعة الاربعين عندنا شنو نحن بنقول الكلام ده لأننا بنحبه وما بنخاف منه وما راجعين منه حاجة دي لأولادنا وده وده مستقبلنا لكن لازم يعرفوا إنه المدنية والديمقراطية والحرية قائمة على الانتاج زول ما شوفوا زول ما بيشيل قفة ملاحظ يجيب البيت ما عنده قيمة زول بيقون من النوم الساعة وحدة ما عنده قيمة بميقات السورة ساعة وحدة صلاة الظهر مش المظاهرة والدين ده الدين ده مش دين الخزعبلات والادعاءات دين العدالة الاجتماعية والانتاج وكلهم أخير منه وأفضل منه زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمجموعة الصحابة اللي بيخدم وأخوه اللي أنه قالوا يقيم الليل ويصوم النهار قال لهم كل القائم على أمره منه منه بيموينه منه بيموينه قال لهم نحن قال لهم كلكم أعبد منه نحن دارين جيل زيدة جيل زيدة برفع الرسالة وبجيف تحت الشمس وبعلم ميلاد السودان الجديد السودان المؤمن والسودان المنتج اللهم إني واتبلغت فاشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته